السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أعراض الحمل المبكر بعد التلقيه أما عن العلامات والأعراض فهي غير واضحة للسيدات بشكل لافت لأن عملية التخصيب عملية هادئة قد لا تشعر المرأة بها إلا أنها تتذكر بعض الأمور إذا تم سؤالها عنها فيما بعد مثل ما يلي نزول إفرازات مهبلية قليلة تحتوي على القليل من الدم ألم خفيف أسفل البطن والظهر نزول إفرازات مخاطية زائدة في تلك الفترة ألم في السادي يشبه ألم مقبل الدورة الشهرية والشعور بالإرهاق والتعب وصداع متواصل نتيجة لارتفاع تضفق الدم بالجسم ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم وازدياد عدد مرات التبول بشكل ملحوظ وشعور بغسيان ودوار في الصباح وتأخير موعد نزول الدورة الشهرية ومن المهم جدا للسيدات معرفة أن الأعراض التي تحدث عند التخصيب أو الحمل هي الأعراض ذاتها التي تحدث للسيدة التي تم تلقيح بوائدتها صناعيا إلا أن أعراض تغير السادي وكبر حجمه وزيادة حساسيته تظهر بعد أسبوع أو أثنين من إجراء عملية التلقيح الصناعي النجاح على عكس السيدات التي حملنا بشكل طبيعي فتظهر الأعراض على السادي بعد حوالي أربعة أسابيع من التلقيح تقريبا وعلى المرأة التي تتوهم أنها حامل أو تبني آمالا على مجرد حصول بعض الأعراض السابقة لأن الهرمونات التي أخذتها قبل التلقيح لها أعراض جانبية مشابهة ومن الأفضل التوجه للمختبر لفحص حدوث الحمل أو على الأقل تجربة جهاز الحمل المنزل في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع على مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو اللي أعجبكم جالت تدعموا لك وكومنتوا وشاروا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم وقناة الصحة والمطبخ